مهتمين بمنتخب إيران باعتبار كيروش كيروش عشان ضربنا فنحن دايما نحب نشوف هو هيعمل ايه فالنهاردة هزيمة 6-2 من المنتخب الانجليزي الناس تحدثوا عن أخطاء لكيروش هل انت شايف ان كان عنده أخطاء فادحة وصلت بالنتيجة 6-2 هو عنده أخطاء ولكن القماشة مش متاح يعني برضو برضو عكبتين احنا يعني بنقيم ولكن قيم بقماش برضو هو بيشتغل بيه وفي الآخر انت أي مدير فني معتمد اعتماد كله على اللعيبة اللي معاك انا ممكن يبقى عندي فكرة عالي جدا وعندي انا جابين طبعا هدف على مقرصه بس حلوة الفكرة كلها انت بتعتمد على الكرة ان انت القماشة اللي معاك في الآخر بتنفذ فكرك طبعا لو فكري 100% القماشة اللي معاك مش هتنفذه يعني الموضوع بيبقى صعب وبالذات الفرق مش الفرق الكبيرة بيبقى عندها التمركزات فيها مشكلة الحالات الفردية فيها مشكلة واحد على واحد فيها مشكلة اللعب الجميع عموما فيه مشكلة غير الفرق المنظمة انت بتلعب منتخب انجلترا برضو منتخب قوي جد هو منتخب قوي بس ايران برضو تاريخه مش يعني فرق طول عمران فرق تقيلة تقيلة بس انجلترا بتلعب كرة سهلة جد اللي جوان كلها سهلة اوي مفيش فيها عامل اللعب الفردي مبقاش موجود قلاص في الكورة اه بالزبط لمسة لمستين وتحرك لمسة لمستين وتحرك ومقدر السنة كمان صغير خلص بالفرق بالزبط هتلاقي المنتخبات كلها بقيت شبهها بعض شوية في طرو اللعب لعب سهل اوي اه اسهل ما يمكن واحدة او اتنين تقريبا في العالم كله دلوقتي بقى اللي بيلعب فردي شوية هو مس ونمار تقريبا وبلاقي كله بقى لمسة لعب بالزبط صحك فالفكورة بقى سريعة لو انت معدلتش وضع جسمك بسرعة وعملت كتلتك بسرعة في منطقة زي مثلا المنتخب السعودية هو ليه بقى ليه كان كويس هو مش مدي مساحة للفرقة ولا مدي مساحة واحد على واحد لأي حاجة لأي حاجة تحصل معين في حصل حاجات وفي حاجات كانت ممكن تدخل بس في فروق احنا نتكلم عليه دلوقتي الماتش ده طبعا بس في الآخر هو مداري الفروق بالحالات الفردية والمساحات الدياء والشخصية بتاعة اللعيب كمان فده ما كانش موجودة في منطقة باران ما كانش موجودة خارج طبعا بزبط يعني برضو على ذكر انجلترا النهارده انت عندك مثلا بيلنجهام ده اللي جاب الجنة الاولانية ده عنده 19 سنة ساكل اللي جاب جنين عنده 21 سنة انا كنت بربط من شوية ان السن ده احنا عاملين هنا مسابقات ناشئين عندهم 22 سنة ايو بالزبط ده الراجل النهارده بيلنجهام ده ده لعب 18 مباراة دولية مع منتخب انجلترا وكان بيقود منتخب انجلترا امام ايران ساكل اللي جاب جنين عنده 21 سنة